اشتركوا في القناة أرجاء أعمال البر والإحسان فوزن حروف الذكر من أعظم البر هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد آية كل خير ووسيلة النجاة في كل سير سليل أطهر الأصلاب وجليل أشرف الأنجاب مطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب وعلى آله وسائر الأصحاب ومن ترسم هداه إلى يوم الحساب وبعد فإننا بحول الله وحسن تسديده نصل ما وقفنا عنده في المحاضرة السابقة من الكلام والحديث عن مسائل الاستعاذة وقد تحدثنا عن جملة من صيغها ووقفنا عند صيغ ذكر الإمام بن آج الروم وغيره كالإمام الخراز حيث ذكر ألفاظا زيدت أو ذكرها محمد بن القصاب في تقريبه ولم يعرفوها لأحد وهي أعوذ بالله المنان من الشيطان الفتان وأعوذ بالله وكلماته من الشيطان وهمزاته وقال أيضا نستعيذ بالله إلى آخره فهذا اللفظ الأخير ليس في التقريب وإن ذكر وعلى كل حال فابن القصابي ذكر تسعة ألفاظ وليس بينها هذا اللفظ الأخير وذلك قريب وانتهينا في الحديث إلى مسألة الاختيار ما هو المختار ذلك إذا نحن ركزنا النظر في هذه الصيغ التي سمعتموها في المحاضرة السابقة وجدتم أن مصطلح الاستعاذة يصدق بهذه الصيغ كلها يصدق وتصلح له هذه الألفاظ كلها ولكن لا تعينوا واحدة منها ولا واحدا منها أبدا وكل لفظ من هذه الألفاظ التي سمعتم في المحاضرة السابقة له وجه يستند إليه كما له معنى يرجع إليه فألفاظ الاستعاذة كما قال الحلواني ليس لها حد تنتهي إليه وفي الاختيار نجد في طليعة المختارين ابن غلبون في إرشاده حيث يقول ورأيت شيوخنا من أهل العراق يختارون أن يستعيذ القارئ بالذي عرفناك يريد به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي هو اللفظ الأول وكنا قد ذكرنا النص قبل ذلك حيث أورده عن أئمة الحرمين والعراقين والشام وأنهم افترقوا فريقين فمنهم من استعاذ بلفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من استعاذ بلفظ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أليس كذلك قال ورأيت شيوخنا من أهل العراق يختارون فانتبهوا إلى لفظ الاختيار يختارون أن يستعيذ القارئ باللفظ الأول الذي عرفناك يقصد به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلّل له بعلا سنوردها فيما بعد قال وبذلك استعذت لسائري من قرأت عليه بذلك استعذت أي بهذا المختار بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم على سائري من قرأت عليه ونبه إلى أنه هو اختيار من؟ اختيار أبي بكر بن مجاهد وبه كان يأخذ وأنتم إذا نظرتم في كتاب السبعة فلن تجدوا باب الاستعاذة ولا باب البسملة فيما وجد عندنا ولعلّه في كتابه الجامع أو في غير كتابه إذن يقول بأنه هو الذي قرأ به على سائر من قرأ عليه ونبه إلى أنه هو اختياره أبي بكر ابن مجاهد ونبه إلى أن كل الألفاظ التي ذكرت فإنها حسنة جيدة مستعملة غير منكرة مستعملة غير منكرة ولكن المختارة هو هذا ويرى في علّة الاختيار أن هذا اللفظ الذي ذكر في سياق قراءة القرآن ذكر في سياق قراءة القرآن لأن الله تعالى حينما قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ فإذا قرأت القرآن فاستعذ فعين قراءة القرآن بأن هذه الاستعاذة خاصة بقراءة القرآن وخاصة بشيء آخر وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقراء القرآن من أمته فهذه الآية أو هذا اللفظ من الاستعاذة خاص بقراء القرآن بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير أن الألفاظ التي ذكرت من قبله مثل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذكرت في عموم من أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أمته من قراء وغيرهم لأن الله تعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم في آية القرآن إنه سميع عليم فلم يذكر القرآن إذن ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع قراءة القرآن وإنما هو عام في النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائر أمته من قراءة وغيرهم أليس كذلك؟ وهذا مخرج حسن نجد أيضا الحافظ الداني يقول وأصح هذه الألفاظ من طريق النقل بعد أن ذكر ما ذكر من صيغ الاستعاذة قال وأصح هذه الألفاظ من طريق النقل وأولاها بالاستعمال من جهة النظر أصح هذه الألفاظ من طريق النقل وأولاها بالاستعمال من جهة النظر الصيغة الأولى قال لدلالتي نصي التنزيل عليه وسنرجع إلى هذا قال وبذلك استعذت للجماعة من أئمتي القرأة كما قال وهو اختيار ابني مجاهد فيما بلغني والذي بلغه هو عن من؟ عن ابن غلبون عن ابن غلبون هو الذي ذكر أنه اختيار ابن مجاهد في بعض كتبه صرح بهذا البلاغ وفي بعض الكتبه الأخرى لم يصرح بهذا البلاغ وعلى كل حال فالرجع في ذلك إلى من؟ إلى ابن غلبون عبد المنعم في كتابه الإرشاد كما ذكرت لكم في النص السابق قال وَبِذَلِكَ استعذتُ لِمَن؟ ها نعم قال وهو اختيار ابن مجاهد فيما بلغني واختيار غيره من جلة أهل الأداء واختيار غيره من جلة أهل الأداء فتبين أيضا أنه اختيار ابن مجاهد بالنص الذي نقله الإمام الداني واختيار غيره من جلة أهل الأداء وكل هذا يعطي الخلاف يعطي الخلاف في ماذا؟ في لفظه الاستعاذة وسيأتينا وإذا نظرتم في كتاب التيسير تجدون أنه يقول اعلم أن المستعمل عند الحذاق من أهل الأداء اعلم أن المستعمل عند الحذاق من أهل الأداء في لفظها في لفظها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون غيره دون غيره فقوله دون غيره يؤذن بالخلاف يؤذن بالخلاف جميل قال لموافقته الكتاب والسنة ونحن ننظر معه في موافقته للكتاب والسنة فيقصد بالكتاب ماذا؟ الآية التي في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذا اللفظ الذي اختير الذي هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل هو موافق تماماً لهذه الآية التي في سورة النحل أم لا؟ أنتم إذا نظرتم إلى الجزء الأخير والأكبر من الآية الذي هو من قوله بالله من الشيطان الرجيم فهذا موافق موافقة تامة أليس كذلك؟ لكن في قوله أعوذ فيه خلاف من أهل العلم من يقول بأن الموافقة التامة يجب أن تكون أستعيذ أو نستعيذ لأن الله تعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعي فاستعي فالموافقة زعموا أنها تكون بلفظ أستعيذ أو نستعيذ والفريق الآخر يرى أن اللفظ إنما يكون بأعوذ ولا يجزئ في الاستعاذة أستعيذ ولا نستعيذ ولا تعوذت ولا إلى آخره علّلوا ذلك بأن السين والتاء هنا في الاستعاذة إنما دخلتا للطلب أليس كذلك؟ للطلب فأنت مأمور بأن تتعوذ بأن تتعوذ لا أن تطلب الاستعاذة فأنت مأمور بأن تتعوذ لا أن تطلب الاستعاذة وفرق بين الفعل وبين طلب الفعل وإن كان بعضهم لا يرى في هذا كبير شيء استغفر الله فتقول استغفر الله استخذ فأستخير الله وهكذا فلو قلت أستعيذ أو اللهم أعذني لكنت داعيا بأن تجار بأن يجيرك الله ويعصمك من وسوسة الشيطان ولو قلت أعوذ لكنت أيضا ممتثلا فإذلك قالوا الامتثال أن تقول أعوذ الامتثال أن تقول أعوذ هذا وإن تغنى به بعض العلماء من الحذاق فلا أرى فيه كبيرا تنبيه على أن أن فيه اختيارا أو إلى آخره وسيأتينا محل لاختيار أو وجهه لاختيار على التقريب على التقريب وإلا فالأداء فالأداء واسع في مثلي هذا والمختار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أليس كذلك أنتم إذا نظرتم إلى كلمة الاستعاذة مصدر أليس كذلك مصدرون كالاستجارة كالاستجارة وزنا ومعنا لأن الاستعاذة من معانها الاستجارة فالاستعاذة بمعنى الاستجارة معنا ووزنا ما فعل الاستعاذة؟ ما فعلها؟ ما فعل هذا المصدر؟ استعاذة استعاذة وما أصل استعاذة؟ استعوذة بالذال المعجمة حتى لا يختلط عليكم الأمر استعوذة فنقلت حركة الواوي إلى ماذا؟ إلى سكون العين فصار استعاذة فقلبت الواوي ماذا؟ ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت استعاذة وكذلك في مستقبله الذي هو يستعيذ أصلها يستعوذ نقلت حركة الواوي إلى إلى سكون العين قبلها وقلبت الواوي ماذا؟ يا أن؟ لأجل ماذا؟ لأجل الكسرة التي قبلها الآن التي قبلها الآن فكيف نقول في الاستعاذة؟ كيف نقول في الاستعاذة؟ ما أصلها؟ كنت ذكرت لكم هذا من قبل مفصلاً مرتباً غير مجمل أصلها ماذا؟ استعواذ الاستعاذة أصلها استعواذ فجرى ماذا؟ جرى ماذا؟ نقلنا حركة الواوي إلى ماذا؟ إلى العين إلى العين أليس كذلك؟ إلى العين فصار عندنا ماذا؟ صارت عيناً أم مفتوحة متحركة بفتحة نعم والواوي الآن الآن ساكنة الآن بقيت الواوي ساكنة لكن إذا نظرنا إليها كيف كانت من قبل؟ كانت متحركة أليس كذلك؟ استعواذ قلنا؟ كانت متحركة بالنظر إلى الأصل وبالنظر إلى الآن قبلها ماذا؟ قبلها متحرك قبلها عين مفتوحة هم إذا تحركت فيما قبل وتحرك ما قبلها الآن فقلبت ماذا؟ فقلبت ألفا هم قلبت ألفا فاجتمع عندنا ألفان اجتمع عندنا ألفان الألف المعلّة التي قلبت من الواوي أو أبدلت من الواوي وألف المصدر التي زيدت الدلالة على المصدر لها كنا قلنا استعواذ ألف المصدر موجودة أليس كذلك؟ طيب والواوي التي قلبت ألفا فهذه الألف التي الآن صارت عندنا في محل الواوي اجتمع عندنا ألفان ألف المبدلة وألف الأصلية التي هي ألف ألف المصدر أليس كذلك؟ فإذا اجتمع عندنا ألفان فلابد من حذف إحداهما أليس كذلك؟ على القاعدة المعروفة فأي الألفين تحذف؟ الأول عام الثانية أنتم الآن فريقان فيكم فريق يمثل سيبويه والخليل وفريق يمثل الفراء والأخفش ومن إليهما فكيف تقولون في مثل هذا؟ هذا مذهب سيبويه يرى أن التي يجب أن تحذف هي الألف الزائدة الزائدة قال فالمزيد أولى بالحذف من من الأصلي أليس كذلك؟ ثم لأنها قريبة من الطرف والأطراف محل التغيير كما تعلمون جيد هذا قول الإمام سيبويه ويرى أن الأولى لا يجب أن تحذف لأنها أصلية لأنها أصلية فالإبقاء عليها أولى في البنية وأولى بالبنية أيضا لكن الأخفش والفراء ومن إليهما يريني أو يرون أن الحذ أولى بالألف المعلّة ما دامت قد أعلّت فيجب أن تحذف فيجب أن أن تحذف ثم إن الطريقة المذلى في التخلص من التقاء حرفي اللين أو الساكنين أن يقع التغيير على الأول منهما كما في قوله تعالى وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أليس كذلك؟ وَقَالُوا بِأَنَّ التمييز على أحسن وجوهي التمييز بين الأدلة وسائر الناس على مذهبي الخليل وَسِيبَوي نحن لا نريد أن نطيل بهذا إنما نريد أن نقول الذي قلناه في الأول بأن السين والتاء هنا إنما دخلت للطلب فلو قلت أستعيذ أو اللهم أعيذني لكنت متعوذا ولو قلت أعوذ لكنت ممتثلا لكنت ممتثلا والآية هذه إنما هي نص في الأمر بالاستعاذة هي نص في الأمر بالاستعاذة ولكنها مجملة بالنسبة لللفظ الذي يختار منه أو يتلفظ به للاستعاذة إذن النص القرآن أو الآية مجملة بالنسبة للفظ الاستعاذة ولكنها نص في الأمر بالاستعاذة فبأي لفظ استعاذت كنت مستعيذا لكن المختار عند أهل الأداء هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولذلك قال ابن الباذش والذي صار إليه معظم أهل الأداء واختاروه واختاروه لجميع القراء هو اللفظ الأول الذي هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لحديث أبي هريرة ولحديث نافع بن جبير بن مطعم لأن فيه هذا اللفظ بعينه وسنأتي إلى هذه الأشياء بإذن الله في قول الداني اعلم أن أن المستعملة عند الحذاق من أهل الأداء في لفظها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون غيره قال لماذا لموافقة الكتاب والسنة فنحن رأينا هذه الموافقة وستأتينا مسألة الموافقة بالنسبة للتقديم والتأخير بالنسبة للتقديم والتأخير لأن الله تعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ فظاهر الآية يعطي أن الاستعاذة بعد القراءة لأن الفاء للتعقيب الفاء للتعقيب يرى جمهور أئمة التوجيه بأن الآية مضمار فيها ما ما أضمر وهو السبب الذي هو الإرادة فالمعنى فالمعنى ماذا فإذا أردت الذي صرح به الإمام الشاطبي صرح بما طوي وأضمر في الآية إذا ما أردت الدهر إذا ما أردت الدهر فصرح بما طوي في الآية أليس كذلك لأن الإرادة سبب والقراءة ماذا مسببة والاستعاذة حاصلة بين ماذا بين الإرادة والقراءة بين الإرادة لأنها توجد معها بغير فاصل فعبر عن السبب بالمسبب الذي هو القراءة فإذا قرأت عبر عن الإرادة بالفعل فإذا قرأت أي فإذا أردت وإذلك تمسك بعضهم بأن يستعيذ بالله تعالى بعد إتمام القراءة وذمهم ابن العربي رحمة الله عليه هناما قال وأعجبني هذا اللفظ هناما قال وانتهى العي بقوم وانتهى العي بقوم إلى أن يستعيذ بعد إتمام القراءة انتهى العي بقوم إلى أن يستعيذ بالله بعد القراءة نحن إذا نظرنا إلى استعمال الفاء الفاء تأتي لماذا هي موضوعة للتعقيب كما قال الإمام السهيلي رحمة الله عليه موضوعة لماذا للتعقيب وتكون للترتيب والتسبيب أيضا تكون للترتيب والتسبيب فالتسبيب كقولك ضربته فبكى والترتيب كقوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا أهلكناها فجاءها بأسنا من الذي مقدم في الوجود الهلاك أم مجيء البأس مجيء البأس مقدم في الوجود على ماذا على الهلاك لأنه وجاءها البأس فهلكت أليس كذلك فالفاء هنا دخلت لماذا لترتيب اللفظ لترتيب اللفظ فقط ثم قدم ما أريد له التقديم وما كان الاهتمام به أولى الذي هو ذكر الهلاك قدم ذكر الهلاك لأنه مراد ذكره فقدم في الذكر وجاءت الفاء لترتيب ماذا لترتيب اللفظ لترتيب اللفظ وإن كان مجيء البأس قبل ماذا قبل الهلاك في الوجود أليس كذلك معروفون هذا إذا نظرتم إلى الفاء في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعيذ فالفاء على أصلها في التعقيب على أصلها في التعقيب أليس كذلك إلا أن العرب يعبرون بالفعل تارة عن ابتدائه وتارة أخرى عن الاتهاء منه فيقول مثلا فإذا قرأت يريدون به ابتداء القراءة مفهوم هذا الفاء على أصلها في التعقيب نحن مع الذين يقولون هذا جميل لكن من أساليب العرب أنهم يعبرون بالفعل عن ابتدائه تارة كما يعبرون بالفعل عن الانتهاء منه والفراغ منه تارة أخرى إذن فعلى هذا يكون المعنى في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن أي فإذا شرعت وابتدأت القراءة وابتدأت وتبقى الفاء للتعقيب كما هي أليس كذلك والترتيب والتسبيب أيضا هما راجعان إلى معنى التعقيب لأن الثانية بعدهما أبدا إنما يجيء في عقبي في عقبي الأول أليس كذلك إذن هنا معنى الآية فإذا شرعت أو ابتدأت القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح حين طلع الفجر حين طلع صلى اسمعوا لفظه الفعل أنه عبر بالفعل عن ابتداء الصلاة صلى الفجر أي ابتدأ الصلاة حين طلع الفجر أليس كذلك وفي قوله وصلى من الغدات حين أسفر حين أسفر بمعنى أنه أنهى الصلاة عندما أسفر أليس كذلك وكذلك في حديث إمامة جبريل صلى الظهر صلى الظهر حين حين ما زالت الشمس هذا تعبير عن ابتداء عن ابتداء الصلاة أليس كذلك وستنأتي إلى مثل هذا في محله بإذن الله تعالى إذن نقول ماذا من أهل الخلاف من يقول بأن الاستعاذة إنما تكون بعد القراءة فقلنا لهم وما دليلكم على هذا من حيث المعنى قال أو قالوا بأن المستعيذ بعد القراءة يستعيذ بالله من العجب والكبرياء أو الرياء الذي قد دخل أو قد يدخله في أثناء القراءة أو قد دخله يمكن أن يكون قد دخله في أثناء القراءة هذا يردون به على الذين يعللون بأن وجه الاستعاذة قبل القراءة إنما يكون لأجل ماذا لامتناع بالله والاستجارة به والاعتصام به من أن تداخله وسوسة الشيطان في أثناء في أثناء القراءة أليس كذلك فهم بهذا يردون قالوا كذلك يستعاذ بالله بعد القراءة من أجل من أجل ما قد دخله من أجل ما قد دخله وأعجب من هذا قوم آخرون جمعوا بين العلتين وقالوا نستعيذ قبل القراءة ونستعيذ بعد القراءة فنستعيذ قبل القراءة لما قد يدخل ونستعيذ بعد القراءة لما قد دخل وكل هذا من التنافس في فعل الخيرات والأولى أن نتابع الأئمة المهتدين الأئمة القراء فيما اختاروه قبل قبل القراءة يقول الإمام الشاطبي إذا ما أردت الدهر تقرأه فاستعذ جهارا قال على ما أتى في النحل نحن نريد على ما أتى في النحل وهو الذي ذكرنا الآن وفي مثله يقول ابن بر ماذا وقد أتت في لفظه أخبار وغير ما في النحل لا يختار وقد أتت في لفظه أخبار وغير ما في النحل لا يختار فدل على أن ما في النحل هو المختار أليس كذلك أنه مفهوم من دليل الخطاب أنه مفهوم من دليل الخطاب فالمختار هو الذي هو الذي في النحل إذن الذي في النحل فاتشناه و نظرنا فيه هل يوافق هذه الاستعاذة التي اختارها الأئمة القراء و نحن إذا نظرنا أو تابعنا مفاتشة و مباحثة قول الإمام الداني رحمة الله عليه إذ يقول في التيسير اعلم أن المستعمل عند الحذاق من أهل الأداء في لفظها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون غيره لموافقته الكتاب والسنة و إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى